السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعم مع بعض تحلية برده بتلات طبقات سهلة جدا وسريعة جدا هي عبارة عن تحلية بتلات طبقات اه عبارة عن طبقة من الجوز هند وطبقة كمان من المهلبية الكريمي او البودنج وطبقة من الكريم شانتي اه وبتتلاف فرول وبتتزين من المكسرات اسمها لقمة الباشا وطعمها عايز اقول لكم كريمي وسهلة وخفيفة جدا جدا تتحضر بس تفروب قسعة وتكون جاهزة معكم شايفين شاكلها الشيك ازاي وطريقتها بسيطة جدا جدا لأحد مبتدئ اول خطوة معي هنا قلب بيركس ده قلب صغير مش كبير هحط فيه نص كوبات جوز هند او حسب ما انتوا عايزين المقدار اللي تحبوه ده طبعا جوز هند نعم وممكن تقوم كالصارات يعني بس تكون برضو نعمة بندق او بفزدق او زي ما تحبو ده كده اول طبقة طبقة التانية اللي هي المهلبية الكريمية او البودنج في طوصة او حلة على البارد هحط كبايتين من الحليب طبعا ده لانه صنية صغيرة يعني اقل من نص كيلو حليب عليهم معلقتين كبار هرميين من اعتلت كباية ومعلقتين كبار من القشطة او وش اللبن او كريمة الخفق او كريمة الطاهي او مكعبين شكراتة بيضة هيدي نفس الطعم والريحة وكل حاجة ده الايه ده عشان يدي ريحة حلوة اه وكمان طعم كريمي اكتر يبقى شكراتة بيضة مكعبين او معلقتين كبار كريمة او قشطة او كريمة خفق وزلت كباية برضو زي الدقيق بس سكر هي تلت معلق كبار هقال لي بقى اول كباية على البارد وعكاية هرفعهم بقى هدر متوسطة طبعا مع التقليل المستمر لحد ده ملقيه تقل معي اهم حاجة عايزها تكون قوية متوسط يعني ما تكونش تقيلة قوي ده لاني هلفها رول فلو لفتها رول وهي متماسكة او هتتكسر مش هتتلفرول بقى اول كباية كويس قوي هنرزم انترك متوسطة واذا بقى معي خلاص القلب الباركس اللي كان فيه جوز الهند هحط عاي البودنج المطة دي المطة دي يا جماعة جاية من الكريمة تمام ده كي هشكله بعدين خلاص كده انا ازلته وده القوام المطلوب هبدأ كما استفرده حاجة بسيطة فوق جوز الهند واهم حاجة فيه القوام بتاعه وده مقلت لكم لو ما فيش كريمة يبقى آآ مكعبين شكرية طبيضة هيدي كمان طعم احلى من اله من الكريمة اللي حطيتها كده اخوات خلاصت هندخل بقى دلوقتي على التلاجة نص ساعة يتمسك بس شوية مش قوي بس يعني يبرد ميبقاش سخنة قوي كزي ما هو ودي كانت الطبقة التانية نيجي بقى الطبقة التالتة طبق ويكون نظيف ويكون عميق هحط فيه معلقتين كبار سكر ابيض عادي اللي هو السكر الناعي مش البودرة اللي هو السكر الخيشن يعني وعليهم نص كبات مية متلجة او حليب متلج وعليهم تلت كبات كريم شانتي خام او اكتر حسب ما تحبوا الكمية بتاعت الكريمة تكون قد ايه دي حاجة ترجع لكم وهبدأ اعمل كريمة عادية جدا طيب ممكن ابدل كريمة دي بكريمة اللي هي بتاعت دريم اللي بالنكهات زي البالفراولة او الشوكولات حسب ما تحبوا تدي كمان لون احلى من اللون الابيض دي حسب ما انتوا عايزين او نحط لها لون برضو حسب دي ما تحبوا بس افضل يبقى كريمة بنكهة اللي هي حاجة دريم اللي بتكون بالفراولة او بالشوكولاتة او بالااا بيه كمان او اللي هي السيدة انا هنا حطت اللي هي الخام اللي هي السايبة مش اللي هي بتاعت دريم هبدأ كزون تكون نضرب فيها كويس او بمضرب كهرباء يكون قوي او ممكن عجان وممكن مضرب بضع فكرة السلك بس السلك مش هتعلى فيه او يعني مش هتبقى كسيفة قوي زي مضرب بتاع الكهرباء لكن طبعي الخارط مش هينفع خالص بصوك اللي هو ما عامل ازاي عايزة تكون تقيلة جدا ومتمسكة بعد ما الكريمة اللي كانت عندي بردت في التلاجة او في الفريزر حسب ما تحبوا تبرد بس نص ساعة مش اكتر لو في التلاجة هحط بقى كده على طبقة الكريمة دي ودو قلت لكم حسب بقى انتوا عجيزين طبقة تكون ساميكة قوي هندود الكريمة وليل قوي هنقلل الكريمة حسب ما تحبوا دي كده بتلت كبات كريم سنتي حبقى تكون ساميكة اكتر وخلو نص حبقى تكون قل خلو ربق بس كبات بعدين بقى عند خال اول التلاجة تبرد او تتماسك يعني حوية تقريبا ساعة او الفريزر هقطعها على اربع قطع وممكن تكون تمانية وبعدين باي حاجة تكون اه يعني مستطيلة او يعني تكون كده حتة واحدة هلفها رول وحطها في الطبقة طيب اذا فكرة اللف صعبة صعبة عليكم او صعبة بنسبة لكم ممكن زي ما هي نحط فوقها المكسرة وتفوق الويش او نحط فوقها الكريز او ايا كان وتتقدم كده قطعة زي ما هي من غير ما تتلف زي ما انتوا عايزين انا لفتها رول اشان بسوركم شكلة ما يكونوا عاملت ازاي جوزهين اا بودنج وبعدين كريمان في النص شكلها وطعمها كان حلو جدا جدا وزي ما قلتلكم ممكن تعملوها من غير ما تقطعوها خالص من غير ازمة تلفوها تبقى زي ما هي كانت تقطع في الصينية زي كال كيك وطبعا هتكون اسهل صورة جماعة شكلها من جوا عاملت ازاي عايز بسوركم من جواة شكلها عاملت ازاي كده هي كده كانت اا فكت شوية ما كانتش برده قوي طعمها كانت تحفى ممكن تقدموها كده او تخلوها مسايبة اكتر شوية او متوسك اكتر شوية ده حسب بقى ما انتو عايزين وده كان فيديو النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته